كانت ولدت قبل كده من سنتين لكن ولادتها كانت طبيعية وبعد مرور سنتين قررت انها تجيب طفل تاني بعد ما حملت في الشهور الاولى بطنها كانت كبيرة جدا اغرب حالة ولادها في التاريخ ودي بتحصل كل بين 300 مليون شخص دي واحدة اسمها الكسندرا كينوفا من التشيك اصبحت مشهورة في العالم بسبب ولادتها وحملها الغريب كانت ولدت قبل كده من سنتين لكن ولادتها كانت طبيعية وبعد مرور سنتين قررت انها تجيب طفل تاني بعد ما حملت في الشهور الاولى بطنها كانت كبيرة جدا وده قلقها جدا علشان كده راحت للدكتور تعمل صنار الدكتور قال لها انها حامل في توقام في البداية كانت فرحانة جدا لكن بعد مرور اسابيع كانت رايحة علشان تعرف نوع الجنين لكن في المرة التانية كانت الصدمة بعد ما كشفت بالصنار مرة تانية الدكتور قال لها انها حامل في اربع اطفال لكن مش عادرين نحدد نوع الجنين بسبب انهم قريبين من بعض جدا الام كانت في صدمة وبعد مرور ايام الام راحت مرة تانية علشان تطمن على اطفالها وكانت المفاجأة التالتة الدكتور قال لها انها حامل في الطفل الخامس المهم يوم ولادتها المستشفى كانت مليئة من اطباء والصحفيين والقنوات اللي جاية تابع الحدث كان فيه قلق كبير جدا على صحتها وصحة الاطفال لان اغلب الحالات اللي زي كده الاطفال بيموتوا على طول بعد الولادة لكن الاطفال بعد الولادة كانوا بصحة جيدة جدا والام نفس الوضع كانت صحتها كويسة جدا وخرجت من المستشفى بعدها بيومين بس الاهم من ده كله ركزوا كويس جدا في الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي الاب والام بعد ما خلفوا الطفل الاول كانوا ترددين جدا جدا في انهم يخلفوا طفل تاني بسبب الظروف المادية المهم المدام عنده بعد ما ولدت خمس اطفال الناس كلها كانت تعرف ظروفهم المادية وبدأت تجيلهم تبرعات من ناس كتير جدا ورجل اعمال تبرع ليهم مش بس كده دول كمان اخدوا فلوس مقابل انهم يظهروا اعلاميا وتبدلت ظروفهم المادية واصبحت حياتهم كويسة جدا اشتركوا في القناة